بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك لنتعرف على سؤال حقيقة طرحه بعض الإخوة بعد أن عرضنا معجزة سورة مريم أو شفرة السيدة مريم عليه السلام طبعا أيها الأحبة يعني هناك أناس لا يقتنعون أصلا بموضوع الإعجاز العددي بالأصل يعني لا يقتنعون وبالتالي فإن أي فكرة جديدة يحاربونها بسبب حقيقة الجهل وليس العلم لأن الإنسان إذا جهل شيئا عاداه بمجرد أن يتعلم الإنسان أو بمجرد أن يصبح لديه شيء من العلم فأنا أتصور أن هذه المشاكل تزول تماما قلنا أيها الأحبة إن سورة مريم أنزلها الله سبحانه وتعالى وأودع فيها شفرة رقمية تقوم على الرقم 19 لأن رقم سورة مريم هو 19 والرقم 19 له مغزى هنا لأنه أول رقم نزل من القرآن الكريم أول رقم نزل من القرآن هو الرقم 19 في قوله تبارك وتعالى عليها 19 إذن أيها الأحبة الله تعالى يقول عليها 19 هذا أول رقم نزل وأراد الله أن تكون سورة مريم رقمها 19 لأن القرآن يخاطب أهل الكتاب بهذا الرقم يقول لهم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب دعوني أولا أطلع معكم على الآية رقم 19 أو الآية التي ورد فيها الرقم 19 نحن هنا لدينا برنامج إحصاء القرآن كما تروا أمامنا عندما نكتب طبعا هنا اخترنا الرسم العثماني الذي هو رسم المصحف ثم بحثنا عن كلمة 19 نجد أنها ذكرت مرة واحدة فقط هنا عليها 19 ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن الكريم في سورة مدثر سورة مدثر رقمها 4 ترتيب نزولها 4 وبالتالي يعني لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الرقم هذا أولا ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا الرقم موجه لأهل الكتاب لماذا سنعرض الآيات هنا دققوا معي أيها الأحبة الله تعالى يقول عليها 19 الآية التي بعدها تقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إذن وما جعلنا ماذا عدتهم وما جعلنا عدتهم العدة هو العدد قل الله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل عندما تناول القرآن أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم وكذا كذا ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم فالعدة هنا تعني العدد فالعدد 19 صحيح أنه يمثل ملائكة العذاب وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ولكن بنفس الوقت أيها الأحبة هذا العدد له دلالة أنه فتنة للذين كفروا هذا أولا ثم ماذا قال بعد ذلك دققوا معي ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إذن هدف ثاني ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لذلك جعل الله سورة مريم رقمها 19 لأن هذه السورة أصلا موجهة لأهل الكتاب هذه السورة بالأساس تم توجيهها لأهل الكتاب وبالتالي وبالتالي أيها الأحبة اختيار رقم سورة مريم 19 ليس عبثا إنما هو شيء مبرمج ومخطط له مسبقا الله تبارك وتعالى ليس لديه عبث في هذا القرآن كل شيء منظم إذن الكافر ماذا يقول عندما يسمع عن معجزة الرقم 19 فتنة للذين كفروا يستهزئ الذين أوتوا الكتاب يستيقنوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إذن هذا الرقم موجه لأهل الكتاب وموجه للمؤمنين ويزداد الذين آمنوا إيمانا إذن هذا هو الهدف الثالث المؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيمانا ثم قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب إذن ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب إذن هذا الرقم يجب أن يحقق اطمئنانا لدى أهل الكتاب هنا طبعا أيها الأحبة والمؤمنون حتى المؤمن يطمئن هناك كثير من المؤمنين يعني أنا كثير من الإخوة يرسلون لي رسائل يقولون والله كلما راودنا شيء من الشك لجأنا إلى الإعجاز العددي فتثبتنا وازددنا يقينا لأن الإنسان معرض خصوصا في هذا العصر أيها الأحبة معرض للشك معرض لليأس فهذه المعجزات الرقمية تجعلنا نطمئن ونزداد يقينا طبعا الذي ينكر موضوع الإعجاز العددي سوف أبدأ معه بشيء بسيط جدا دعوني أختار سورة المدثر هنا لدينا في البرنامج ميزة تستطيع أن تعزل أي سورة عن بقية السور سورة المدثر رقمها 74 هنا نضغط على سورة مدثر ثم موافق الآن عرض لنا سورة مدثر فقط هذه هي سورة المدثر تبدأ بيا أيها المدثر وتنتهي آخر آية وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة طيب نحن الآن لو بدأنا نعد الحروف دقيقوا ما أيها الأحبة هذه نقطة مهمة جدا وبخاصة لمن ينكر الإعجاز العددي هذا برنامج أعمالا يرى لا يتحكم بعدد الحروف وضعنا فيه نص القرآن هو يعد الحروف ليس فيه خطأ ليس بشر ليخطئ النص الموجود هنا في هذا البرنامج عندما تطلب عدد حروف شيء معين يعطيك عدد حروف التي هي موجودة أصلا وبالتالي نسبة الخطأ هنا صفر لا يوجد خطأ يا أيها المدثر حروفها 11 دقيقوا ما أيها الأحبة قم فأنذر عدد حروفها 7 تمام وربك فكبر 8 وثيابك فطهر 10 والرجزة فهجر 11 ولا 8 تستكثر كم عدد حروفها 11 ولربك فاصبر 10 فإذا نقر في النقور 16 وهكذا عندما نتابع هذه الآيات هذا البرنامج فيه ميزة انظروا أيها الأحبة ميزة جميلة جدا ربما لا تتوفر فيه برامج أخرى لذلك أنا أنصح كل أخ وكل إنسان أن يقوم بتحميل هذه النسخة من موقعنا على الإنترنت يعني يدخل إلى موقع جوجل يكفي أنت أن تفتح مثلا على موقع جوجل هكذا تكتب مثلا الكحيل لأن كثير يطلب رابط البرنامج والحقيقة صعب إرسال الرابط لكل الناس فيعطيك موقع عبد الدائم الكحيل تدخل إلى الموقع هكذا فتجد على واجهة هذا الموقع هنا تنزل قليلا تجد برنامج إحصاء القرآن هذا هو أكبر برنامج لإحصاء القرآن الكريم تحميل مجاني هذا هو إذن هذا هو برنامج إحصاء القرآن من الموقع ببساطة تضغط على الصورة ثم تدخل إلى الموقع وهنا رابط التحميل تقوم بتحميل هذا الرابط بسهولة تقول له حفظ ثم تفك الضغط وبالتالي يعمل لديك البرنامج وهذا البرنامج مخصص العمل فقط على أجهزة الكمبيوتر مع نظام ويندوز إن شاء الله سنحاول توفير هذا البرنامج برنامج إحصاء القرآن على شكل موقع إلكتروني ليتمكن الجميع من الاستفادة منه سواء عبر الموبايل أو عبر أجهزة الماك أو غير ذلك الآيبادات وغير ذلك الآن أنا لدي هنا تأملوا أيها الأحبة خاصية في هذا البرنامج أنك الكلمة التي تضغط عليها تعطيك عدد الحروف كلمة يا أيها خمسة أحرف انظروا هنا عدد الحروف المدثر ستة أحرف المجموعة أحد عشر ويمكن أن يعطيك رقم كل حرف يعني هنا مثلا الدال الدال كم رقمها مثلا رقمها تسعة هنا يعطيك رقم كل حرف يعني مثلا وربك فكبر حرف الواو هنا كم رقمه ترتيبه يعني ترتيبه تسعة سبحان الله يعني هناك تسعة عشر حرف ثم عبارة ربك فكبر الآن لو نزلنا إلى عبارة عليها تسعة عشر يعني مثلا هنا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين الشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا يعني كلمة صعودا صعودا مثلا مثلا يعني رقمها ستين وآخر حرف فيها هذا الألف في آخرها رقمه ميتين وتسطعش ثلاثة وسبعين في ثلاثة هو يحلل العدد أيضا لعوامله الأولية إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني مثلا أنا أحببت أن أعرف كلمة لهذا كم ترتيبها ترتيبها ميتين الحرف ميتين وستة وثمانين والكلمة أربعة وثمانين وهكذا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر كلمة سقر كم ترتيبها في النص ترتيبها مثلا أربعة وثسعين وآخر حرف فيها رقمه كم ثلاثمائة واحد وعشرين طيب الآن وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحة للبشر انتبهوا أيها الأحبة عليها تسعة عشر كلمة عليها عليها هنا دققوا كم رقم آخر حرف فيها هنا عليها دققوا هنا أيها الأحبة كم رقمه تلاتمائة واحد وستين يعني تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر هنا أنا كبرت الصورة قليلا إذن تلاتمائة واحد وستين حرفا سبقت ماذا عليها تسعة عشر يعني عبارة تسعة عشر هناك قبلها تلاتمائة واحد وستين حرف تسعة عشر في تسعة عشر ثم جاء العدد تسعة عشر هل استوعبتم التعقيد هذا هذا الإعجاز أيها الأحبة يعني أنا أتمنى أن أسأل أي إنسان ينكر الإعجاز العددي أو يشكك في إعجاز القرآن من الناحية الرقمية أقول له من الذي جعل عدد الحروف من عند يا أيها المدثر دققوا مع أيها الأحبة كل إنسان يستطيع أن يفتح البرنامج ويعد ومن لا يصدق فليعد يدويا يستطيع العملية سهلة نعد الحروف كما ترسم كما رسمت في القرآن حرفا حرفا طيب هل هل مصادفة أن نجد أن الله تبارك وتعالى عبر ثلاثين آية هذه هي الآية رقم ثلاثين التي فيها الرقم تسعة عشر أن يجعل عدد الحروف قبل تسعة عشر يجعلها تسعة عشر ضرب تسعة عشر حرفا يعني هذا السؤال معجزة مادية حقيقية ملموسة أمامنا لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يشكك فيها هل هذه مصادفة أم معجزة مقصودة إذن كيف تقولون إن الإعجاز العددي ليس إعجازا وليس مهما وليس له أي قيمة طيب بالله عليكم فقط أنا أريد أن تتأمل هذه اللوحة فقط كلمة تسعة عشر هنا تسعة عشر انظروا أيها الأحبة حرف الألف الذي يسبق يسبق تسعة عشر جاء ترتيبه من بداية السورة ترتيبه تلاتمية واحد ستين يعني تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر ثم بعده جاء الرقم تسعة عشر أنا أنا بنظري كإنسان أفهم لغة الرياضيات لو لم يكن في القرآن إلا هذه المعجزة لكفت أنه كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى فكيف إذا علمنا أن هناك مئات بل آلاف المعجزات التي تشهد بصدق هذا القرآن أنا اليوم لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة ولكن هذه المعجزة حقيقة تحتاج إلى عدة حلقات لنشرحها ونطمئن بها ونستيقن أنه بالفعل هناك إعجاز عدد أولا وأن هذا الإعجاز مقصود وأن الله رتب حروف كتابه بشكل يعجز البشر وقال قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر هذه الآية تتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن سوف نتأمل شيئا بسيطا أيها الأحبة في هذه الآية سنبحث عن هذه الآية في القرآن هذه هي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إذن هذه الآية حقيقة فيها إعجاز أيضا يقوم على الرقم 19 هي تتألف من 19 كلمة مع ضم أو العطف هنا إن شاء الله في لقاء قادم سنتأمل بعض آيات القرآن التي فيها إعجاز وبخاصة سورة السيدة مريم عليه السلام و حتى نستيقن بالفعل أن هذا القرآن كلام الله و حتى لو كنت أنت مؤمنا فعسى أن تكون هذه المعجزة وسيلة تزداد بها إيمانا وتزداد بها يقينا بهذا الخالق العظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته